دافع نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد سيجمار جابريال الذي يزور إيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عن حق إسرائيل في ضمان أمنها وعلى الفور رفضت إيران دفاع جابريال عن الدولة العبرية وهو أول مسؤول أوروبي كبير يزور إيران منذ إبرام اتفاق النموي بين طهران والدول الغربية في الرابع عشر من تموز يوليو يجب على الجميع أن يعلم أن العلاقات الجيدة مع ألمانيا تعني أنه يجب عدم تهديد أمن إسرائيل والأسبوع الماضي أبرمت إيران والقوى الكبرى في مجموعة الخمسة زائد واحد اتفاقا تاريخيا ينهي أزمة استمر 12 عاما حول الملف النووي الإيراني وهدف الاتفاق ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفعا تدريجيا للعقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ العام 2006 اشتركوا في القناة